تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الثالثة والخمسين وسط إقبال كبير من الجماهير وتجاوز عدد زوار المعرض في أسبوع الأول أربعمائة ألف زائر لليوم السادس على التوالي تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الثالثة والخمسين وسط إقبال كبير من قبل زوار المعرض الحرسين على الاستفادة من هذا الزخم الثقافي الضخم حيث أعلنت اللجنة العليا للمعرض أن رواده تجاوز عددهم في أسبوعه الأول أربعمائة ألف زائر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا السنة دي بتشكيل مختلف وبتنزيم مختلف أنا بقى لك تمنبع سنين بيأجي كل سنة طبعا السنة دي فيه إجراءات احترازية متطبقة ما شاء الله للشباب اللي هم متواجدين تطوع ما شاء الله يعني المعرض فيه كتب جميلة جدا وفيه أقسام ورشف النية أنا باقي عشان أقسام ورشف النية بس عشان اشترك الكتب بشري إيه لبنت يعني كتب معينة كده اللي هي إيه زي كتب رسومات المعرض جميل جدا ومنظم جدا وكمان بيساعدونا أن احنا نجيب الكتب اللي احنا عايزينها يعني أي كتب احنا عايزينه بيعرفونا مكان الكتاب من در النشر المعرض الصراحة يعني مش مكان باحث بس العجبني لا هو كل سنة بيتطور وكل سنة بيكون في حاجات جميلة الفعليات التي تستمر حتى سابع من فبراير الجاري تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل تقدم العديد من الندوات الثقافية والفكرية فضلا عن أمهات الكتب في شتى مجالات المعرفة كما تشمل الفعليات برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للنشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي بحضر المعرض علشان أولا أشوف عنوين الكتب الجديدة وشوف إيه الخط الصاعد أو الهابط بالنسبة للتأليف في مختلف المجالات وأنا لا أقرأ في مجال الأدب فقط وإنما أقرأ في مجالات كثيرة جدا كالتاريخ والفلسفة وإلى آخره المعرض هو يعتبر عيد بالنسبة للمثقافين سواء المثقافين المصريين أو المثقافين العرب يعني التنظيم متميز وجيد وأنا عايزة أشكر العمل الكتاب على هذا التنظيم وعلى أن هناك مركز لتلقي اللقاح داخل المعرض سنادي كمان في حاجة جميلة قوي أن بدأنا نشتغل على الأدب الجديد الأدب الأجيال الجديدة المعاصرين المعايشين ففي ترجمات تمت في كذا دار نشر مصرية لأدباء يونانين لأول مرة يتم الترجمة مباشرة من اليونانية إلى المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للنشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيه 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة ويشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب حيث يعتبر تظاهرة ثقافية عالمية تعكس ريادة الحضارية المصرية ليعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة ورغبة في الاطلاع على أهم أحدث العنوين في مختلف المجالات أحمد الحسيني التلفزيون المصري